خطورة الإصابة بالأمراض السرطانية تصل إلى نسبة كبيرة في هذه المنطقة بفعل وجود هذا البزل الذي تنبعث منه أنواع مختلفة من ملوثات البيئة ومخلفات المجاري في الوضع هنا في منطقة الثعالب يرثى له بسبب مرور هذا المبزل بين المنازل المواطنون اشتكوا من تأثيره السلبي على صحتهم ليصل بهم الحال إلى بيع المنازل فيما طالب آخرون بطمر المبزل هناك نازل تبيع من وراء كل السبب هاي الريحة والبزل والأمراض الطلاب منتهي الأكبار خوة هذا الشبير تقبل لهذا البصف والبزل يعني عيشته شحيم حتى حالات قتل صارت بها يعني ما أنزل الله بها من سلطان هاي خوة لمن يطوف المنطقة كلها ما تطلع من البيوت التي يجي حفارة منها تفتح البواري ناشد رئيس وزراء المحترم محمد الشاع السوداني أن ينقذ العوائل من هذا المشروع الجهة المعنية تحدثت عن خطة مستقبلية لتغيير مسار هذا المبزل خلال الأعوام المقبلة ولم تتطرق إلى طمرهم مطلقا أكو خطة مستقبلية في أمانة بغداد خطة من ضمن البنى التحتية يعني مشروع تحويل البزل مشروع كبير خطة أعتقد خمسية ممكن تستفسر من دارة العلاقات والإعلام من السيد مدعان المجاو لأمانة بغداد السيد الوكيل في تحويل مسار البزل أكو خطة إن شاء الله على المستقبل يعني موضوع كبير يتحول يعني يحتاج مبالغ كبيرة بس هم ماشيين به بالإجراءات الصحيحة والتخطيطات والتصاميم إن شاء الله في السنين القادمة يتم الانتهاء من هذه المشكلة وتبقى ملوثات البيئة منتشرة في العراق وبأنواع مختلفة دون حل جذرين لها وهذا ما جعل البلد يحتل مراتب متقدمة في الترتيب العالمي لمستوى التلوث بين الدول من بغداد حسين عدنان السومرية